اخبار اليوم بطرق غير شرعية عبر مناطق السلوم وسيوة كما القت احدى دوريات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض على 12 متسللا افريقيا اثناء محاولتهم الدخول للاراضي المصرية بطريقة غير شرعية بمنطقة الشلاتين على الحدود المصرية السودانية وفي سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات الجيش الثالث الميداني من اكتشاف وتدمير 61 مزرع لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالي 11 فدانا بمناطق ابورديس ووسط سيناء وفي شمال سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني وبالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير فتحتي نفق جديدتين على الشريط الحدودي برفح وضبط سيارة ملاكي عثر بداخلها على 8250 قرصا مخدرا وكميات مختلفة من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط سيارة نقل واخرى ملاكي بمنطقة معدية سربيوم ومعدية نمرة 6 عثر بداخلهم على 1211 لفافة لنبات البنجو المخدر تازن اكثر من طنين وفي سياق متصل تم دخول 1116 سيارة نقل محملة بالبضائع من منفذ كرم ابو سالم الى قطاع غزة باعتباره المنفذ الشرعي لدخول السلع والبضائع لسكان القطاع اشتركوا في القناة